أكد وزير الشؤون العامة والحوكمة المغربي أن بلاده ستبدأ في تحرير أسعار جميع منتجات الطاقة والسكر باستثناء غاز الطهي خلال الأسبوعين المقبلين فيما يعد أولى خطوات خفض الدعم وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ستمكن الحكومة من خفض الإنفاق على الدعم بنسبة 20% إلى 5 مليارات دولار وهو ما يتماشى مع موازنة العام الجاري التي قدرت على أساس سعر نفط عند 105 دولارات للبرميل يشار إلى أن الحكومة كانت قد أرجأت إصلاحات الدعم ومعاشات التقاعد التي يطلبها صندوق النقد الدولي بسبب حساسيتها السياسية حيث كان صندوق النقد قد وافق في أغسطس الماضي على خط ائتمان احتياطي للمغرب بقيمة 6 مليارات و200 مليون دولار على مدى عامين دائما صندوق النقد الدولي عندما يمنح خط ائتماني أو قروض فدائما يكون في برنامج إصلاحي مرتبط بها ودائما إلغاء الدعم على سلع الأساسية يكون أحد الخطوات الواردة في خطط الإصلاح